تحية لكم زملائي مرة أخرى ونستعيد إكمال برنامج العربي بيت للكل من خلال شاشة قناة العراقية والقناة المصرية والأردنية والفلسطينية مستمرين في دعم القضية الفلسطينية وكثير من التفصيلات المهمة وعلامات الاستفهام الكبيرة حول العدوان الصهيوني الإسرائيلي على قطاع غزة استضيف من العراق المحلل السياسي والخبير الأمني السيد فاضل أبو رغيف ضيف عزيز في برنامجنا العربي بيت للكل تحية طيب سيد ومنورنا شكرا سيد التجارب والتاريخ يعيد نفسه كثير من البلدان تعرضت للاحتلالات على مدار السنوات الماضية لكن كانت النهايات مختلفة تماما العدوان الإسرائيلي الغاشم والاحتلال الصهيوني مستمر على فلسطين واليوم الحرب على قطاع غزة مختلفة تماما كيف قراءتك للمشهد الحالي؟ نعم بدأنا أحمد تحية طيبة لك ولمشاهدي قناتكم الكريمة التي عادة معودت الجمهور العربي والعراقي على حد سواء برفضه بكل مواكبة لأي حدث سيمة القضايا المصيرية التي تمس المواطن العربي والإسلامي على حد سواء شوف أحمد هناك مسلمة يعني هناك جدلية التأريخ كما يسميها فوكياما من أنها كلما يكون هناك خطأ فادح داخل الأمم وداخل الحضارات المتعاقبة عندها يعني يأخذ الزمن لفته طالة أخرى ويعود إلى نصابه بمعنى الدولة أليف احتلت من الدولة باء وإن طال الزمن بهذا الاحتلال لا بد لها يوما من أن تنقشع منها هذه الغمامة وتعود إلى سالف أهدها يعني فلسطين قطعا لن يبقى وضعها وحالها كما هو عليه ما حدث في غزة في 7 أكتوبر بالحقيقة يسمى حرب إبادة حرب غير متكافئة حرب استهدفت بها البنى التحتية الإنسانية استهدفت بها الحياة وضربت فيها كافة يعني مراحل وكافة سبل العيش المدني لذلك أهل غزة عذبوا شردوا قتلوا هدمت عليهم صوامعهم ودورهم وغزة الآن للأسف يعني أقولها بذرس قاطع أن غزة تتعرض إلى مجزرة لم يتتعرض لها أي أمة سابقة على نطاق غزة يعني مساحتها الجغرافية وعدد سكانها وحصارها غزة تقف عند رفح بضع مئات أو بضع آلاف من شحنات المساعدات وهي لم تدخل كانوا سابقا يطالبون بتحرير فلسطين الآن تحولوا من المطالبة بالتحرير إلى الرجاء بدخول قنان الماء إلى أهل غزة تحولت الأمنيات سقف المطالب يعني تدنى حدا إلى أنهم صاروا يتوسلون إدخال المساعدات خصوصا مياه الشرب رأيت منظر أحمد بغض النظر على المناظر الأخرى يعني منظر حقيقة كان منظرا مؤلما مفجعا حينما دخلت أحد ناقلات الماء ورأيت الصبية والشباب وهم يهرولون خلف المياه لغرض الحصول على قنينة أو قنينتان من الماء لعائلة هذا الطفل وعائلة هذا الشرب مشهد محزن نعم استاذ فاضل اليوم نشاهد أيضا المشاهد اللي حضرتك ذكارتها هو مشهد واحد من آلاف المشاهد التي كانت في قطع غزة الناس يحتمون في المستشفيات كأنها هي مكان آمن ليكون قصف العدو الإسرائيلي بعيد عن هذه المستشفيات لأن تكون مكان محمية إنسانية تعتبر نذكر اليوم هذا الهجوم الوحشي صمت دولي حقيقي منظمات عالمية كانت تداعي بحقوق أجلكم الله الحيوان ليس الإنسان لم يكن لها صوتا في هذه الحرب وحرب الإبادة كيف تنظر إلى هذا؟ يعني ازدواجية المعايير لدى دول أوروبية هي يعني يهرعون إلى إنقاذ كلب سقط في حفر ويتغافلون ويغضون الطرف عن أطفال تذبح وعن نساء تقتل وعن كهول تعذب وتضرب المستشفيات بكل دم بارد لا نرى أي ردة فعل وأي ريكشن اتجاههم يعني حقيقة مناظر عجيبة وغريبة حينما نرى بريطانيا رئيس وزراء البريطاني يأتي خلصة وكأنه سارق يأتي خلصة مع طائرة تحميل الأعتدى والأسلحة والذخائر وهي تهبط على مطار الكيان الغاصب وهو كأنما يريد أن يتباهى بأنه أتى مع هذه الذخائر أضربوها وقتلوا أهل غزة المدنيين وإلا ما هي رسالتك إذا أنت يا رئيس وزراء بريطانيا ما هي رسالتك التي تريد خبو من باب أولى أنت رئيس وزراء مدني ولست عسكري خبو من باب أولى ارسل طائرة الدخائر والأعتدى وأنت لا تذهب معها وتهبط معها وتنزل وتتسلل وكأنك لص للأسف وتنزل على مهبط الطائرة على أرض المطار حقيقة تكالبت جميع أو أغلب الدول الغربية ورغم المعارضات الشعبية في تلك الدول يعني رأينا كيف تظاهرات عارمة في لندن تظاهرات كبيرة جدا تفوق تظاهرات في بعض الدول العربية في أغلب الدول العربية في البلدان العربية نعم نرى تظاهرات أيضا في فرنسا هي الأخرى فرنسا أيضا أيدت أنا أقول فرنسا إن كنتم فعلا تنادون بحقوق الإنسان وهذه محاكم العدل الدولية بظهرانيكم كيف تغفلون هذه الحرب التي شنت على الطفولة وشنت على المستشفيات لماذا هذا التغاضي لماذا هذا النظر بعين واحدة يعني أهي أهي الانتقائية أهي الكيل بمكايل متعددة أعتقد أن ما حدث في غزة يسترعي عادة النظر من جميع الدول التي طبعت ومن الدول التي تنوي التطبيق سيد حقيقة نتابع عبر التاريخ المقولات العالمية لحقوق الإنسان والحريات مثل ما قال روسو بين حتى الحريات لن تتنفذ قطف العالم كانت فقط شعارات ترفع في البلدان الأوروبية ونحن اليوم نطالب بحقوق الإنسان بحق الشعب الفلسطيني في أرضه يقتل بدم بارد وصمت دولي والسكوت عن الأطفال والشيوخ وكبار السن وتهديم البناء التحتية وترويع الأطفال وتهجيرهم قسرية من أرضهم محاولة لقتل الحياة في فلسطين ومخافة إلى المستقبل القادم من هذه الطفولة بأن تشب وتكون اليد المدافع عن فلسطين نتحدث أيضا عن تصريح قادة الكيان الصيوني باستمرار الحرب لأشهر أخرى يعني أعتقد شوف أحمد كل الحروب النظامية قد تنجح قد تفلح لكن الحروب حرب المباني وحرب الكر والفر وحرب المدن هي حرب ابتداء حرب فاشلة لأن الجماعات المقاومة حتى وإن كانت لدينا عليها بعض المؤاخذات في مواطن هنا وهناك لكنها بالنتيجة تستطيع أن تستنزف وتهلك الجيوش النظامية هي قد تستحدث جيوبا يعني خارجية وثانوية يعني في العلم العسكري إذا كان قناص يكمن في أحد المناطق قد يستطيع أن يعضل تقدم لواء برمته بمعنى أن هذه الحرب ابتداءا هي حرب استنزاف الكيان والكيان هو يتأثر لمقتل جندي واحد فأن لو قتل عشرون ومئة وألف وبضع مئات من قتلاهم أعتقد أنهم خاسرون وأعتقد أن هذه الحرب إن طال أمدها فهذا الأمد على حساب استنزاف طاقة وقدرة الكيان الغاصب عسكريا ابتداءا وإعلاميا ثانيا لكن أيضا الولايات المتحدة الأمريكية منذ بداية هذه الحرب وتحريك حاملة الطائرات في البحر المتوسط وإعطاء إشارات للآخر بأن أمريكا تقف غطاءا لإسرائيل وتقف ضد كل من يحاول أن يساند الشعب الفلسطين أغرب التصريحات تصريحات بلينكين التي كانت تتوالى بتناقف بين وواضح بالوقت الذي يستنكر ما يحدث في غزة يقول أنا جئتكم كوني يهودي وليس كوني وزيري الخارجية ولم يعني لم يستطع أن يكبح جماح مشاعره وغرائزه في التحذب وفي تأييد الكيان الغاصب على ما يقوم به من جراء في غزة لذلك أعتقد أن الولايات المتحدة في مضامين تستنكر وتستهجن ما يحدث في غزة وفي أخرى تقوم بدعم الكيان عبر تزويده بقنابل من زنات كبيرة وواسعة لاستهداف المدنيين في غزة رأينا أحمد وشاهد أنت بعينك كيف أن الطائرات حينما تقوم بقصف بعض الأبنية هذه الأبنية تهد على ساكنها بطريقة مرعبة بطريقة مفجعة بطريقة يقتل أهل هذه الأبنية بشكل كبير بشكل واسع من 7 أكتوبر إلى يومنا هذا تثخن جرح أهلنا في غزة وبالمقابل تعصب أو يعصب العار والشنار بجبين كل من شايعة وأيدة ولم يدرأ ولم يوقف هذه المجازر بحق أهلنا في غزة سيد متى تتوقع نهاية هذا الكابوس وهذا المشهد وكيف ستكون النهايات أعتقد النهاية ستكون على حساب جيش كيان الغاصب جيش كيان الغاصب لن يخرج منتصرا حتى وأن هو أوقف زحف هذا الجيش أنا قلتها منذ أول يوم يعني يوم 8 أكتوبر سألني أحد الأخوة هل سيكون هناك اجتياح؟ قلت للكيان الغاصب يدرك مليا أن الاجتياح فيه مقبرة له لذلك هو سيقوم بقصف عن بعد وبتنفيذ ضربات سواء كان بدرونات أو بصواريخ طائشة أو بطائرات مجرمة لكن لن يغامر الكيان بأي اجتياح لأن الاجتياح سيأتي بنتائج عكسية ويكون وبالا على جيش الكيان الغاصب افتدارا سيد فضل أبرغيف لو كانت لك نافذة من خلال هذه الكاميرا بأن تتحدث مع الأخوة في فلسطين والشعب الفلسطيني الصابر ما هي الكلمات التي من خلالها أن تلامس جراحه؟ أقول يعني يا أهل غزة يا أهل فلسطين أنتم جنتنا وأنتم درعنا وأنتم قدوتنا وأنتم تضحيتنا وأنتم قدمتم أروع المثل في التضحية والصبر والفداء والتحلي بالشهادة والتضحية ونحن نسير على إثركم ونحن نحاول أن نقتدي بكم ونحاول أن نستأثر بما تقومون به من مآثر من قيم من تضحيات هذا الوائل الدحدوح الذي قدم عائلته قرابين وهو يواصل جهده وعمله وأعتقد أن الذي يحدث في غزة لكل غزاوي حقيقة نحن نقف إجلالا وإكبارا ولكل شهيد نقف ونترحم ونقول له طوبة لنفسك في عليين ولكل جريح نتمنى له الشفاء العاجل ولكل طفل نطبع قبلتنا على جبينه الوضاء ولكل أمرأة ثكلة نقول لها عافاك الله وحياكي ولكل شيخ نقول له بوركت على هذه النبل وهذه الذراري وحقيقة نحن نغبطكم لما عندكم من شجاعة ومن صبر تتحلون به المحلل السياسي والخبير الأمني السيد فاضل بن الغريف كنت ضيفا عزيزا في برنامجنا العرب ببيت للكل وهذه الكلمات التي كانت مسك الختام تلامس شغاء في القلب شكرا لحضرتك وإن شاء الله نتمنى بأن نلتقي في وضع آخر بأن تكون فلسطين بين يد أبنائها وبسواعدهم إن شاء الله شكرا لك إذن مشاهدين ومتابعي برنامجنا العربي بيت للكل هذه هي الأمنيات من العراق الواحدة تجاه القضية الفلسطينية قضية العرب الكبرى الرحمة لشهداء فلسطين والصبر والسلوان لعوائلهم وذويهم وأيضا الشفاء العاجل للجرحة هذه فلسطين الصابرة الصامدة المضحية بدماء أبنائها إذن هذه عودة مجددة لكم زملائي الإكمال باقي فقرات برنامجنا العربي بيت للكل ترجمة نانسي قنقر